مانور معلّة. برضو المانور ده هنا لازم يتعزل بمادّة 131 أثناء الشغلة. ده لازم يدين عشان ما ينقلش الرطوبة والصدى من هنا وإحنا قلنا مية مرة للناس حديد السقف ما يطلعش ويتقفل بيه المانور. دي أمورها سهل. يعني من ضمن الحاجات الملاحظة اللي نشفتها. لكن السقف هنا يتعزل. ماشي. حسنًا ولا فهمة مسألة سمان تربية المتأكد في عندي في قصة؟ بالسكين 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 بالسكين. إيه ده؟ ولا سكين مسلح؟ طبعاً من نظر أنه ما ديش عنده ملاحظة بتاعته واللقودة بتاعته فعملنا اختراح كده بديه يعني اللي هو ايه؟ عملنا مانور معلّب. تمام؟ اوه. مانور معلّب؟ على شباك المطبخ من أنا مكسرناه في عدد. مانور معلّب. مانور معلّب؟ لا أول ما. ما هو يتا دلوقتي مفتوح من فوق. هو نازل علي موية كتيرة فعلاً في التلت يام اللي هم هبقون دول فعلي. ونتبع فيه كده دا حقيق. طيب ما تطلع فوق بقى واضبلط المنور دا. وتعمل له بيبة ترميه على عمودة تمام صح بس هو نحن عمله ما جايش في المنور ماشي ما احنا بنقولك اوه يعني هو دلوقتي عامل منور تمام وده يعني اه اختراعات المصريين وعلشان يعمل تهوية ويهوي مكان الحمامي لكن هو المفروض طبعا عشان هنا مفتوحة فوق فعايز هنا ده يعزله ويبلطته ويعمل فيه بيبة وترمي على عمود الصرف اللي هو داخل جواه الضقت ده علشان تخاطر طبعا ايه ما يجيش في يوم يلاقي ده برضو ايه بيكسر وبيوع على اللي بيعمل حمام او الله احنا النهاردة مضى اخوتنا هوية عن ايه بس الده ملع بالطميم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة